السؤال ده خطير جداً لو الجاوب صح يفتح مساحة كبيرة جداً للإبداع يفتح مساحة كبيرة لتحقيق أعلى النتائج ولو الجاوب غلط يقتل الإبداع وممكن كمان الجاوب غلط أنك متعفش تعمل ده أصلاً مشكلة الكبيرة جداً أن الإجابات اللي موجودة والمتدولة منها على جول نفسه إجابات قديمة جاية من قموص أكسفورد قبل ما نروح للتعريف تعريف نفسه أنت مش تسئل عليه في شغلك في حياتك العملية ولكنه مهم جداً لأنه إحنا ماشيين بنشوف ناس كتير قوي اللي بنعلمهم، بنضربهم، بنشتغل معاهم، بنديوم كونسلتيشنز، استشارات بنعيد تشكيل بناء فريق التسويق عندهم أو البزنس عموماً عندهم بنلاقي مشكلة هنا في الأساس هم مش عارفين يعني إيه تسويق أو عارفينه بالطريقة القديمة مشكلة مش بس في يعني إيه تسويق أو ما هو التسويق لا، كمان المشكلة في ما هو الهدف للتسويق What is the purpose of marketing؟ لما تجي تبص على السؤال ده وتشوف ناس بتجاوبوا إزاي تلاقي فيه كلمة بتطلع مخيفة التعريف عمرك ما هتسئل عليه في حياتك العملية يعني عمر ما مديرك هيسألك عليه سواء كان marketing manager مدير تسويق أو commercial director أو CEO اختلاف منصبك وشغلك في الفرق دي ولكن هتسئل عليه لما تبقى النتائج غلق لما مش عارف تحقق أو مش عارف تحققي وتوصلي للي أنت عايزك لما تبقى حاسة أو الناس اللي حواليك حاسة أن فيه أحسن من كده لأن انت ممكن تحقق أحسن من كده بالميزانية اللي معاك ساعتها هتسأل نفسك والناس احتمال تسألك هو إيه أصلا بالتسويق؟ هو إيه اللي انت بتعمله ده؟ إيه الهدف من التسويق؟ What is marketing and what is the purpose of marketing؟ وعلشان توصل للإجابة وعلشان يوصل اللي بيتكلموا في الموضوع ده على يوتيوب وغيره للإجابة دي بياخدوا وقت كتير جدا أو ياخد أول إجابة طلعا له على جوجل وما بيخدش بال وما بيشوفش أن فيه إجابتين على جوجل فيه إجابة بتاعي الدكشنال القمص في الإجابة بتاعي جوجل لافت التعريفات القديمة تغيرت التعريفات القديمة تطورت هقول لك إيه هي التعريفات القديمة إيه التعريفات الجديدة ليه الخلط ده جاي منين؟ أهمية التعريف إيه؟ أنا حسن المراغي وإنت وإنتي بتتفرجوا على Digital Marketing Labs النهاردة هنجاوي باتصور لو جينا كتبنا على جوجل What is marketing ما هو التصوير؟ هنلاقي جوجل الأول حاجة مطلعها عندنا على الشمال marketing the activity or business promoting and selling products or services including market research and advertising والكلام ده بيقول إيه بالعرب؟ هو نشاط ترويب وبيع المنتجات أو الخدمات بما في ذلك بحوث السوق والإعلان إيه المشكلة بالتعريف؟ قبل ما أقول لك إيه المشكلة وأقول لك فين الكلمة اللي فيها مشكلة وغالما من المتابعنا منكم هيبقى عارف فين المشكلة بس تعالى مش رح أكتر الحكاية عشان تفهم كمان إيه التعريف بتكسب إنك مش بس تعرف التعريف الصحيح كمان تعرف التعريفات الغلط اللي منتشرة أما حد يجيلك بيها أو تشوف حد مخطئ في الموضوع ده تعرف تعدلوله وانت فاهم تعرف تشتغل شغلك وانت فاهم أي أن كان إيه من أنت بتعمله مشروع بزنس بتاعك شغال في شركة مدير تسويق كميرشد ديراتر سي جوعه وعايز تفهمطر عن التسويق تعالى نبص على اليمين بقى اليمين بتاع التعريف ده كاتبين إيه برضو على جوجل والتعريف اللي على اليمين ده ده هو التعريف اللي بيعترف به جوجل التعريف اللي على الشمال هي إجابة نطلعها من المواقع الأكتر بحثن ولها مواصفات نطلعها ديها ولكن خلينا في التعريف اللي على الشمال إحنا بس مش هنكتفي بجوجل هوريك أكتر من مكان وأكتر من مصدر في التعريفات الجديدة وهتشوف التعريفات الأكت 배่ فجوجل بيقول見ه كانت ما احنا ايه لما نيجي نعربوه؟ التسويق هو عملية استكشاف وإيجاد وتقديم قيمة لتلبية احتياجات السوء معايا بالراحة كده واحدة واحدة التسويق هو عملية استكشاف وإيجاد وتقديم قيمة لتلبية احتياجات السوق المستهدف من حيث السلع والخدمات وربما يشمل ذلك اختيار جمهور المستهدف مفيش سطر للتعريف ده حتى لما بص عليه لآخره مكتوب فيه كلمة باع مكتوب فيه كلمة سيلز لأن البيع مش وظيفة التسويق البيع مش وظيفة المصور البيع وظيفة السيلز سيلزدين أو سيلزبيرسي تقولي بس لا احنا لما بنعمل تسويق بينتج عنه بيا قولك ينتج عنه ولكنه مش الهدف ولكنه مش داخل في تعريف التسويق تغير الكلام ده ازاي مع الوقت هشرح لك في آخر حلقة دي ازاي حصل التغيير ده وزاي موجود التعريف الأولاني وموجودة التعريفات التانية بتي بص على واحد زي ساس جودوين ساس جودوين من أكتر الناس والوقت الحديث ومن الناس اللي عايشين المعاصرين من علماء الموضوع ده من علماء التسويق بيقول ايه ساس جودوين ساس جودوين بيقول ماركتنج is that story you are telling and who are you telling it to and why they should buy it يعني التسويق هو القصة اللي انت بتحكيها بتحكيها لمين وليه يستوعبوها منك ياخدوها منك يشتروها منك يشتروه منك ايه القصة اللي انت بتقولها للناس وتيجي تبص على تعريفها بسبب من اكبر واهم واقوى المواقع اللي بتقدم محتوى على مواركتنج معموما بتقدم محتوى على ادارة الاعمال المشاريع الجديدة بيكلموا في حاجاتك كتير جدا حلوة جدا بيقولوا يعني هي عملية جاعة للناس مهتمون بمنتجك وتيجي تبدأ تبص على التعريفات الحديثة اللي التاريخ جديد هتلاقي تبدأ تلاقي الموضوع ما فيهوش كلمة سيلز ما فيهوش كلمة مبيعات فاول معلومة هتقطع بيها النهاردة انا لسه ما قلتهاش وهي بتقول ايه انت دائما تصوق لسلعة السلعة فيها الخدعة بقى في الحتة دي يعني ايه سلعة سلعة يعني منتجك او خدمة او فكرة ودائما وابدا السلعة هي حل لمشكلة دي تاني معلومة لازم تتعرف السلعة هي حل لمشكلة او هي وسيلة للاستفادة من فرصة فتحالنا نبص بقى كده ايه على النقطة التالتة واللي هي ايه ايه هو التصوير فلما هنيجي نقول التصوير انا نشوف الكلمات اللي احنا اتكلمنا عليها وهي جذب الانتباه تقديم قيمة قصة بتحكيها لمين وازاي وليه يصدقك ليه يسمع يسمع القصة اللي انت بتقولها كل اللي بنقوله ده بياندرك تحت ان التصوير اكبر كمعنى وتفكر بكتير قوي من البيع وان البيع هو نتيجة ان البيع هو عرض جانبي للتصوير فالتصوير هو ايه؟ تصوير هو حكاية بتحكيها للناس بتحكيها لهم ليه ازاي والمين التصوير هو ايه؟ التصوير هو انك تجذب الناس للفكرة اللي انت بتعملها للمنتج بتاعك للخدمة بتاعتك بعدهم انترست بعدهم اهتمام باللي انت بتعمله وتبدأ تمشي معاهم في رحلته رحلة العميل وفي كل مرحلة من المراحل دي فيه نوع من انواع التصوير قطي استراتيجية واستراتيجية التصوير هتبقى انسب للمرحلة دي عايزين نتكلم على ايه؟ هنتكلم على ازاي بنحول البيزنس جولز طريقة المياه مفصرة الى مواجدين جولز الى اهداف تصويقية وبعدين اهداف اعلانية او هدف حملة اعلانية تم وضي اللي هنتكلم عليها وهنتكلم عليها كمان من خلال واحدة من منصات التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك وعن نشرح فيها كمان الاهداف الجديدة والقديمة للإعلانات معلمات اللي قلناها انها دي معلومات مهمة جدا للناس تبقى عارفاها ان ده الاساس اللي بتحرك مني لو بتعرف حد مش عارف الكلام ده لو الكلام ده ممكن يبقى مفيد بالنسبة وتبعت له الحلقة دي متعرفش حد اللايك والسبسكرايب الكومنت الممتاز بتاعت نشكر كل الناس نشكر أخونا من الجزائر اللي كان بيعلق المرة اللي فاتت على الحلقة اللي فاتت على طول والشكر لي طبعا لكل إخواتنا في الجزائر الحلقة دي اتكلمنا فيها على الفرق ما بين هدف التصويق وهدف البسلس حاجة مهمة جدا الحلقة دي اتكلمنا فيها على يعني ايه تسويق رقمي يعني ايه تسويق إلكتروني والأدوات المختلفة بتاعت تقدر قولك وقولك في الآخر شكرا نحس بس معكم واشوفكم في حلقة من الحلقة دي